ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله في هذه الحادثة التي وقعت حوالي الساعة العاشرة صباحا نجمت عن استضام شاحنة وصيارة خفيفة خلفت وفاة مواطن أجنبي له جنسية فرنسية وتونسية وكان يسمى قيد حياته مونير فيما أصب اثنين آخرين بجروح تم نقلهم على إترها إلى المستشفى المحلي بمدينة أزمور لتلقي العلاجات الضرورية فيما تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي محمدين الخامس بالجديدة هذا وأضافت ذات المصادر عن السلطات المحلية وعما صالح الدرك الملكي والوقاية المدنية قد تدخلت لاتخاذ الإجراءات اللازمة وقد تم فتح تحقيقنا من طرف السلطات المختصة لتحديد ظروف وأسباب هذه الحادثة وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة